أعلنت وزارة الثقافة أن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين سينطلق في الثامن والعشرين من شهر تموز المقبل ليستمر تسعة أيام وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أن رسالة المهرجان للعام الحالي ستكون أملا وفرحا وعملا وعاطاء مشيرة إلى أنه سيقام جزء من البرنامج الثقافي في محافظات المملكة وستكون جميع مساحات الموقع الأثري مساحات حية تقام بها فعاليات فلكلورية وشعبية وفقرات لفنانين أردنيين وأوضحت النجار أن المهرجان القادم سيضم برامج ثقافية متنوعة لبث روح الفرح خاصة بعد عامين من جائحة فيروس كورونا والتي فرضت قيودا على العالم